وفق وزراء الخارجية العرب خلال دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري على عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكري لها مشيرا إلى أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولات الحل العسكري لقد أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكريا لها وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحسم العسكري ولم تلقى هذه التحذيرات أزانا صاغية ومن ثم فإننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية واستفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية على نحو يتمشى مع المرجعات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254 باو خمسين